والتفريق بين المرء وزوجه هو احب الاعمال الى الشيطان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل جنوده من الشياطين ليضلوا بني ادم كما قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين فيأتي هذا الشيطان يقول ما تركت حتى فعله وكذا وكذا فيقول له الشيطان ما فعلت شيئا فيأتي الاخر قال ما تركت حتى فعلك هذا القال ما صنعت شيئا فيأتي فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين اهله قال انت انت ويقربه فهذه القضية وهي التفريق بين الزوجين من احب الاعمال الى الشيطان